اشتركوا في القناة لأنه لا نهي عن لبس القفازين وإن كان بعض الفقهاء قال إن وضع شيء في اليدين يمنع وصول اليدين إلى الأرض وكأنها حائل يقال لهما كذا الركبتين عليهما حائل وهي من السبعة الأعظم التي أمر المصلي أن يسجد عليها فلا حرج من وضع القفازين من الصوف أو ما سواه إن كان للحاجة الثاني يسأل البعض إذا نزل المطر ومررت في طريقي بطين ووطأت بقدمي في الطين وتلوث الثوب فهل الطين والوحل طاهرا أم لا بد أن يغير الثوب أو أغسل محل للوحل نقول الأصل في الطين أنه طاهر ولو تلوث الثوب والقدم لكن احذر أن يكون طاهر الأرض طاهرة فبعض المناطق يوجد بها طفح المجاري أكرمكم الله فيختلط ماء المجاري بالطين مع المطر من هنا قد يكون الطين اختلط بنجاسة هنا يحذر أما إذا كان طين فقط ووحل فإن الأصل فيه الطهارة ولا تشدد على نفسك بتغيير ملابسك فقد تفوتك تفوتك الصلاة تفوتك الصلاة في سبيل البحث عن غسل ما وقع على قدميك فإن الوحل والطين إذن لا يؤثر على الطهارة وليس في أصله بنجس فالحمد لله على التيسير أيها الأحبة في ختام هذه الحلقة أسأل الله أن يوزعنا أن نشكر نعمته فهيو الله نعمة أن نجد ما نتدفأ به وغيرنا لا يجد ويكثر السؤال عن الدفايات وعن الملابس وعن الطعام وغيره وغيرنا يشتكي برد الشتاء أستودعكم الذي لا تضيعوا ودائعه